مرحبا بكم مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار تراندينج ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات مشاهدين الكرام اكتسب الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة منذ السابع أكتوبر شعبية هائلة في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي حيث مشاهدين تصور وسائل التواصل الاجتماعي العربية الناس بما في ذلك الأطفال ملتسقين بشاشات تلفزيون في انتظار خطاباته وتظهر لافتات كبيرة تحمل صورته في العديد من الدول والمدن العربية والإسلامية كما ظهرت لافتة في ملاعب كرة القدم وغيرها ومن الأفت لنظر مشاهدين أن الفنانين والأكاديميين العرب والمسلمين أعربوا عن إعجابهم ودعمهم لأبو عبيدة كرامس للمقاومة الفلسطينية كل بطريقته الخاصة اليوم مشاهدين شيء مختلف على هذا حيث تحول خطاب لا سمح الله شهير للناطق العسكري بك اسم كتائب القسام أبو عبيدة إلى مذكرة تخرج لثلاث طلاب جسائريين من تخصص لغة إنجليزية في جامعة باتنا بالجزائر مشاهدين الكرام نتابع معا الفيديو ثم نعود إليكم مشاهدين مشاهدين طبعا طلاب الثلاثة عبد الرؤوف عيسي وأسامة صحنون وسليمان بادي قدموا في رسالتهم تحليلا نقديا لتأثير الكلمات في خطاب أبو عبيدة بعنوان لا سمح الله مشاهدين هو الأمر الذي صنع الحدث على منصات التواصل الإجتماعي ورصدنا لكم بعض التعليقات التعليق الأول من هن التي كتبت ألف ألف مبروك شيء نفتخر به عاشة الجزائر بلد مليون ونسف مليون شهيدة لميس عن إنستجرام علقت هكذا تتوارث القضية من جيل إلى جيل وتترسخ في القلوب قبل الأذهان بارك الله في جهودكم ونصر إخوانا في فلسطين تعليق نسيبة كتبت لأن كل فعل وقول تفعله المقاومة في غزة يجب أن يدرسه أن يكون مثال يحتدى به من قبل الجيل الجديد وحتى الأمة حفظ الله فصائل المقاومة ونصرهم الله تعليق صالح كتبه ما شاء الله وبرك الله فيكم وجهزكم كل خير يا رب نصرا عزيزا قريبا إن شاء الله تفاعل آخر مشاهدينا جاء فيه ما شاء الله تبارك الله نعمة أطلاب تفاعل آخر من حنان على الفيسبوك كتبت مبارك عليه النجاح فقط أحسن اختيار عنوان رسالة التخرج بمثل هؤلاء الشباب نفتخر إذن تعليق إبراهيم كتبه ما شاء الله وفقهم الله وزادهم نجاحا وتميزا إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه أبرز تعليقات بخصوص الهاشتاغ الأول ننتقل بكم إلى الهاشتاغ الثاني وإلى هذه الصور طبعا مشاهدينا من من ليس لديه أحلام وتصورات عامة عن حياته وعن التجارب التي يود خوضها وربما بعضنا لديه فكرة عامة عن كيفية تحقيقها لكن تحديد أهداف واضحة وممكنة وواقعية أمر غاية في الأهمية لأننا بداية سننتقل من أتمنى إلى كيف وهذا هو الهدف قفز من الحلم إلى التخطيط مشاهدينا الكرام محاضرة للعالم الجزائري بشير حليمي بعنوان كيف تحقق هدفك تلقى تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي طبعا إلى هنا كل شيء عادي لكن الأمر الذي صنع الحدثة هو أن المحاضرة كانت لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي في ولاية سوق هراس بعد حصولهم على دفتر تقييم المكتسبات كما نتابع في هذه الصور مشاهدينا الكرام التعليقات جاءت كالتالي سوريا كتبت مفاجأة من أستاذ لتلاميذ وما أروحها وهذا جد طبيعي من أستاذ زرع فيهم النظام وروح المسئولية والانضباط وتقدير الشخصيات الكبيرة أستاذ لا ولن ينسوها أبدا وحضور العالم الوعدية فرحوا بها فرحة كبيرة إذن مشاهدينا الكرام تعليق آخر جاء فيه هكذا يجب أن يتربى الجيل أن يعرف كيف يحقق أهدافه منذ نعومة أظافره مريم كتبت ما شاء الله المزيد من النجاحات تفاعل آخر مشاهدينا لا ظهر على الفيسبوك كتبا التفاة طيبة وحضور مميز للبروفيسور تبقى ذكرى راسقة في أذهانهم كل الشكر للأستاذ تفاعل مهدي كتب هذه الأشياء التي يلزم أن نعلمها لأبنائنا أيضا مشاهدينا الكرام وبهذا التعليق قد وصلنا إلى ختام أو ختام عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينغ شكرا لكم